كيف مكافح أم الأمراض؟ ندوى مقامة لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة البدنة من أعداد وتقديم اختصاصيات التغذية ضحى خفو أنا رح أبدأ والله المؤخرين هني بيتحملوا مسئولي التأخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة من كافة أنحاء العالم أهلا وسهلا بكم في ربوع قلب مركز البصيرة لبنان اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة السمنة أو الانتي أوبازيتي دي الذي يصادف السادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر من كل عام بما أننا نهتم بصحة المكفوفين وصحة الناس أجمعين ونهدف دائما إلى نشر التوعية كان لزاما علينا اليوم بالتعاون بين ضحى كلينيك ومركز البصير لتأهيل المكفوفين لبنان أن نقيم هذه الأمسية التوعوية الغير طويلة هل نرتح نفسية بداية ضحى كلينيك هي عياتي الخاصة إلى مركزها الخاص بالبقاع اللبناني بمجدر عنجر كما أنه بيتوفر عنا خدمة الدايت أونلاين لمتابعة المرضى من خارج لبنان طبعا عبر الواتس أب هناك خدمة وإلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيه فيسبوك انستجرام وأيضا يوتيوب مركز البصيرة لتأهيل المكفوفين رح أترك التعريف المختصر عنه لمديرة المركز دونيا أبو شامي تفضلي ميز دونيا صافي كتاب معي ايه ما اسمو المركز البصيرة هو مركز للتأهيل المكفوفين ورعاية المكفوفين من الناحية الصحية والتعليمية من الناحية التأهيل للتأمين بعدين وظائف للأشخاص بعد ما يصيروا قاطعين المرحلة اللي قدمين يتعلموا بيها حاليا عنا بحضور 50 مستخدم من لبنان حاليا عم نشتغل على تعليم مواد ضمن المركز مواد خاصة للمكفوفين الاشخاص بعض البصر اللي ما بيقدروا يستعبلوهم المراكز او المدارس العادية عندهم مشاكل ضعف قوية او عندهم اي مشكلة ما بتخليهم يكونوا متلا متل الاشخاص المبصرين بالمدارس عم نشتغل على مواد برايل اللي حساب الذهنة بيشاركوا بالمسابقات بيشاركوا بنادوات بيتأهيل بيتأهيل بحتى يكونوا قادرين هن بعدين بالمستقبل يشتغلوا ويستقلوا ويكونوا مش بحاجة لحدا يكون عم يساعد لا يوصلوا لاستقلاليين هذا باختصار بس شو عم يشتغل المركز يمكن ضحى اكتر مني بتقدر توضحها شغلات بعدين بخصوص هو مركز البصيرة صحيح وله عدة رؤيات منهم صناعة كفيف متصالح مع ذاته واثق بنفسه ورسول بمجتمعه هذه رسالتنا الاساسية ومركز البصيرة رفض انه يكون فقط تحت لوئ لبنان ومد طاقته ونشاطه الى كفة انحاء العالم نحنا من فترة عملنا اكتر من دورة شرك فيها مكفوفين من كفة بلدين العربية عملنا دورة تعلم اونلاين كانت اول دورة بتنعمل اصعيد العالم العربي لتذليل صعاب التعلم اونلاين وشرك فيها 215 كفيف وكفيفة من مختلف البلدين العربية عنا دورات بالفرنسي وغيرها وكلها منحطها على اليوتيوب لضال في مرجعية لأي كفيف يرجع له ويستفيد منها عنا ايضا مجموعات خاصة بالتقنية وهناك ايضا مجموعات خاصة بالاخباريات وكما ذكرت للمس دونيا ان احنا اعضاء الاتحاد العربي للمكفوفين ومنشارك بنشاطاته وايضا البصيرة لا يهتم فقط بالجانب الاكاديمي انما بالجانب العملي والجانب بين التأهيل وتذيل كل الصعاب للمكفوفين هناك ندوات خاصة بزواج المكفوفين بالام الكفيفة ايضا بتوظيفهم وغير كتير نحن نطلع من اطار التعليم الاكاديمي فقط من امن بتأهيل الكفيفة على كفة الصعاد لا يوصل لمرحلة يكون فعليا مستقل بنسبة كتير كبيرة هلأ نعود الى محاور اليوم فاذا نحن اخترنا العنوان كيف نكافح ام الامراض وهذا العنوان اشتقينيه من كفة الدراسات يلي قريتها حول الموضوع لانه هلأ اتوجه ويسموها جلوبازيتي بمعنى النصاري العامة بكفة انحاء العالم الدراسات المدوية والخطيرة تشير انه بعام 2030 متوقع ان يكون هناك بليون شخص حول العالم عم بيعانوا من السمنة وهذا امر جعل منظمات الصحة العالمية منظمات الغذاء والدواء وكل المنظمات التي تهتم بالصحة تتوجه الى ضق ناقوس الخطر وايضا رفعوا راية انه الاكثار من الطعام والتقليل من الحركة كان السبب الرئيسي لحتى تنتشر السمنة بهذا الشكل المرعب وبالاخص ركست الدراسات مؤخرا على سمنة الاطفال يلي ما كانت منتشرة من قبل لذلك انا خصصت له الجزئية اليوم بدنا عم نشوف الطفل والشيخ الاناث والذكور الكبار والصغار البالغين والفتين كلهم عم بيعانوا من السمنة فشو هو تعريف السمنة ليش هي هلقت خطيرة شو خطرتها عالصحة واهم شي شوية الخطوات يلي بتساعدنا لنتخلص مننا نحنا واطفالنا نو سمنة الاطفال اخذ تحيزي كبير متل ما قالت لكم هابرز المحاول اللي حنحاول نكثفهم ونحكيهم بشكل مبسط بداية رح نبلش ونتعرف شو يعني السمنة حتى بيقدر يجاوب شو يعني السمنة اي متل نقول عن الشخص بديين او سمين هلا خلينا نحنا نجاوب نحنا منطلع بالبعايير الدولية يصنف الشخص البديين حسب مؤشر كتلة الجسم مع بعض الاستثناءات طبعا قاعدة مؤشر كتلة الجسم ما كل الناس فينا نحطهم فيها يعني مثلا كبار العمر اللي بيصير عندهم كتير عضلات ضعيفة ما منحطهم به القاعدة المرأة الحامل ما منحطها به القاعدة والرياضي اللي بيضخم عضلات كمان يستثنوا من هاي القاعدة لانه ممكن يكون عندهم احتمال سوائل او عندهم عضلات يعني الوزن الزائد بس بشكل عام هي الوزن بالكيلو جرام على الطول بالمتر بالمتر يعني على الطول يعني سكوار او هي تربيع الطول اوكي هلأ اذا طلع الرقم بين 18.5 و 24.9 او تقريبا 25 يعتبر بالنورمال ويت اذا كان بين 25 وال29.9 بيصير اوفر ويت واذا فوق ال30 صار يعتبر سمن هلأ في خاني اولى خاني تانية خاني تلتية بشكل عام بس طالما مؤشر كتلة الجسم تلع فوق ال30 هيك ببساطة صار الشخص يعتبر سمنة وهون بتبلش الخطورة ليش خطير هالقد الشخص يكون سمين شو عبتحكي انه كله نشوية وزن زايدين لا القصة اعمق بكثير اما بالنسبة للاطفال هون بين مزدوجين الاطفال ما له يعني مؤشر كتل الجسم بنحسبه بهالطريقة فيه شي اسمه الـ Growth Charts او هي رسوم بيانية هي موجودة على الانترنت بنقدر نفوت عليها فيه Growth Charts او رسم بيانة بحطه للطفل مع وزنه بحطوله مع عمره مثلا وبطلع انا بعرف هالطفل وين خانته قدي في خطورة عليه هلا لو بدنا ننتقل اول شي احنا تعرفنا كيف من شخص هالشخص عنده سمنة او لا خليني انا لاطلع من دائرة الـ BMI انا حبيت حط الـ BMI لانه هي مذكورة كتير بمواقع وبيصنفه السمنة حسبها اذا انا بدي احسب وزني لأعرف حالي انا وين هك يعني قاعدة اذا بدكم بسيطة وسريعة هلا ما انا دقيق مية بالمية بس تعطي تقريب لاني لنبسط للناس ميني بيعرف اللي ادي الوزني المثالي عند الذكور كيف منحسبه وعند الاناث كيف منحسبه تمعيني نعم طيب انا رح جوز بشكل عام عند الذكور طول ناقص مية هيعطي تقريبا هو الوزن المثالي هلا زائد ناقص خمسة بيضل طبيعي اوكي عند الاناث الطول ناقص مية وثمانية بيعطيني الوزن طبيعي زائد ناقص خمسة تقريبا انا بكون بالرينج هيعون عبيعاتي المثالي زائد ناقص خمسة سلمة طبيعي هلا اكل شيخ اعلى من هاي الارقام اللي انا قلت عنا بيصير هون دخلنا بالأوفر ويت او الوزن الزايد وبنرجع مندخل بالسمنة فهيدي قاعدة بسيطة للانسان يفهم هو وين وانا ليش عبيصير معي هيك وانا وانا قدي عندي زيادة انو حينا شو بيصير انو اذا كيلو بالشهر ما حتحسوا انتو كتير بس عسنة شو عم بيصير في 12 كيلو اذا كليا بالشهر انا مطنش عسنة يصاروا 24 كيلو فالمدى البعيد هو الخطير بينما اذا انا منتبه لو عم بنزلوا عمهلي لهالوزن الزايد ووصل بعد سنة نزل 12 او 24 كيلو فهي رقم كتير معتبر هلا فعليا بالمحور الثاني بعد ما اتطرقنا وشفنا شو يعني سمنا وكيف ما نصنفها سواء بقاعدة البي ام اي حتى فيكم تحطوا انتو على الجوجل ضغري قاعدة لحساب مؤشر كتلة الجسم لحاله بيقلكون انو نقو بتكون المقيس تكون مسلا بالميتر وبالكيلو جرام ولا بتكون اياها مقيس اخرى المقيس الامريكية بالإنش والباوند وبيعطيكم قرقون وفيني انا متنو قلتكن اذا عندي كالكوليتر على السريع احسبون وبتطلع انا وينو فينا ناخد القاعدة التانية البسيطة اللي قلتلكون اياها ام نحسب عليها هايك الانسان اللي يعرف بالزبط هو باي دائرة هلا خلينا ننتقل الى خطورة السمنة طيب ليش خصصونا يوم في يوم للسمنة العالمي وحطوا يوم تاني يوم مكافحة السمنة ولا اضعب ينحكي عنا وليش سميناها اصلا ام الامراض هلا اذا قلتلكم بشكل بسيط شو تأسير الوزن الزيت او السمنة على الجسم شو بيسبب امراض شو خطورته مرض سكري سكري غير السكري شو بتعرفوا شغلات خاصة بالي سكري يعني مثلا ضعف وكسب في الدورة الدموية يعني ممكن مثلا الشخص لانه تعود على السمنة بتعود على مثلا بعد ما ينتهي من الطعام بيقعد على مثلا التلفزيون وبظل نايم فهي ممكن تؤدي للسمنة ولكن هذا كمان السمن الأول له ضعف الدورة الدموية وهي بتكثر طبعا في فصل الشتاء وخاصة في السلسة السنوات اللي مضوا أيام كورونا والحضر مثلا هلا يعني جزئيا جوابك صح هلا اعلق عليه بس خليني اسمع شو بعد في مشاركات ايه دكتورة طحان اذنك المحاضرة مسجلة ايه اعم نسجلة تمام شكرا طيب لكو بحضن خلينا نبلش من الرأس يعني هي على فكرة ممكن السمنة تأثر على الإدراك ولقيت بعض الدراسات انه ممكن تتسبب بالالزهايمر الالزهايمر يعني هو المرض يبصيرو بينسوفي كتير ايضا السمنة نجي عالقلب يعني انا توقعت حدا يقول لي كوليسترول وجلطات يعني هي كتير معروفة ضغط الدم والسكر والكوليسترول والجلطات هي كتير كتير معروف انه هي بتقدله الى السمنة وسبب رئيسي ارتفاع مثلا ملوحات الدم او اليوريك اسد واحد من اسبابه لازم تنزل وزنك ترايجليسيريد احيانا بكون السبب انه نوطي وزنه كمان يعني هاو دي اصلا معروفين اللي انا عبقول عنهم يعني ما في تنالي بيختلفوا عليهم داء المفاصل اي حدا عنده وجع بمفاصله سواء كان التهاب مفاصل روماتيزم الى اخره فكمان السمنة مرتبطة ارتباط وثيق هلا هاو دي يعني متل ما بيقولوا خلاص صاروا معروفين الديسك شو بيقولولو نزل وزنك ملوحات الدم نزل وزنك السكري نزل وزنك فكل هاي الامور يعني لازم الواحد يكون اخذهم بعين الاعتبار وحتى يعني بالبلاد الكتير متقدمة هناك خطة للحمل يعني بتنحط قبل بسنة لتبلش المرأة بالفيتامينات والمعادن والوزن الصحيح يحتى عند الذكور والاناث وهلا حيتطرق له بمحور تاني هلا هون جزئية تاني من هاي الموضوع هو ايضا السمنة ممكن تشبب مشاكل على الكبد ممكن يكون مجرد دهون تتشكل على الكبد وممكن تتطور لتصير تليف بالكبد والتشمع بالكبد فهيضا امر بمنطع الخطورة انه نوصل لهاي المرحلة والجزئية كمان اللي كتير الناس ما بتعرفها هي انه ممكن تأثر عفوا على الهرمونات التناسلية عند الذكور والاناث وايضا ممكن تأثر على الانجاب والحمل وممكن تتسبب بخربطة بهيدي الهرمونات مثلا خربطة العاد الشهرية ظهور تكيوسات مبيض هاي كلها خاصة صارت خاصة يعني بالاشياء التناسلية فهون طبعا الوزن الزيد ممكن يكون مرتبط بعدم الانجاب او الى ما هونالك المشاكل كلها المتعلقة بهيدا الموضوع هوا من الاشياء يعني الالال الناس اللي بيعرفوهم واخر نقطة السرطان يعني كتير دراسات اشارت الى عدة انواع من السرطانات سببها الوزن الزيد هلا لو بعد بدنا نتعمق بعدم نتعمق اكتر واخر شي هاي حبات ديفا كوننا نحنا كنا بكورونا لايقوا بالدراسات انوا كمان في ضغط كتير على الرئة فالمريض الناصح هو ثلاث ورات عنده زيادة الخطر بدخول المستشفى عند اصابته بالكورونا هاي ده كله عم نحكي من الوزن الزيد طيب متل ما قلنا بالاول يعني هاي العبارة انا شفتها كتير حبيتها انو الاكل كتير مع الحركة القليل هو هن فعليا اللي بيرخصوا كل الامراض اللي عم بتصيبنا وكتير من الاطباء يعني بيوجهوا المرضى قبل ما يعطوا دواء كوليستورو دواء سكري جرب اول شهر ونص نزل وزنك عتنزيل الوزن بيمشي الحال حتى لاخدوا دواء ضغط دواء سكري الى اخره بلا ما ينظموا الدايت مع بيمشي الحال عشان هيك نحنا ضروري جدا نعرف شوية اساسيات مكافحة البدانة فاذا نحنا تعرفنا شو تعريفة كيف بتصير شو خطورتها وحتى هاي الخطورة اللي عبحكي عنها يعني هي موجودة عند الاطفال هون نحنا قلنا سكري بشكل عام ولكنها كمان بتسبب مقاومة انسولين الانسولين يعني ببطل يركب مطرح ما هو لازم يركب بالجسم وبيصير في عنا مقاومة لهالانسولين ارتفاع بهرمونات الكورتيزول وغيرهم هون بس يقاوم الانسولين بتبلش المشاكلين يعني انا كتير شفت اطفال سبع سنين وتسع سنين صار يبين هيك عجسمهم وعكويعهم وبرقابتهم متل هيك بقع سوداء بتحسوا هي بتجي من الاتفاع الانسولين ما يشوفها هاي هي بشكل عام هلا لو بعض بتكون تفصلوا بعض بيطلع كتير امراض كلها سببها البدانة البدانة عشان هيك صح كتير نسميها ام الامراض وحتى هيديك اليوم انا تبعت مريضة تخيلوا دكتور جهاز تنفسي يعني دكتور انف اذن حنزرة محولة لانه الوزن كتير خصوا بالتنفس وخصوا بالجيوب الانفية وحتى مثلا تقطع النفس النومي انسان هالبسيري كتير يشخر او بينام على القاعد هيدي سببها الوزن الزايد هلا انا نقيت هيك يعني ابرز نقاط هنه نقاط مهمين نقاط مش كتير معروفين بس بعد فيه كنت تشعبوا بالامراض قد ما بتكون علا لننتقل اذا بدكن للب المحاضرة واللي اهم شي عنا ياه كيف نقافح ام الامراض علا انا هون عاملة جزئية بشكل عام لكل الناس البالغين الكبار والصغار وعملة جزئية خاصة بالاطفال هبلش بجزئية الاطفال لأهميتها انا عبشوف اطفال عندهم فول 20 كيلو زيادة وزن وهي امر مؤسف اول خطأ على فكرة بيبلي ممكن يبلش مشكلة الطفل ام يصير سمين من هو وبرحم امه اني لقيت الدراسات ادي الام تهتم بالتغذية سليمة اثناء الحمل ادي بتستمر بالرضاعة لسنتين وبتدخل الاغذية الصلبة على الست شهور بشكل صحيح وبتكون متابعة بنظام غذائي صحيح تتعود شعيرات لسين الطفل على الاغذية الصح هو اصلا بيكتسب عداز غذائي صح فالسمنة ممكن يكون سببها من الرحن يعني من هون احنا بلش نعالج المشكلة وايضا الطفل ادي الاهل بيخلقوا بيئة صحية يعني البيئة الاصلا ما فيها تشيبسي كتير ما فيها شوكولاة كتير فيها اكل بيت ما فيها كل يوم ديليفري ما فيها هاي الاشياء هي بيئة صحية مكونة لهيض الطفل اهله عبياكلوا هيك بيصير بيأكل كلنا عم ناكل الخضرة كلنا عم ندخل الخضرة بيصير بيأكل متل اهله منركز للطفل كتير على التحفيز التحفيز والتشجيع يعني اهم بكتير من انه نحنا نظن نحبطه لانه ضروري مثلا البنات بيحبوا كتير شعرهم طفيرهم بشرتهم يه بس شربتي الحليب صاروا كتير وجيك حلو طولوا شعراتك صاروا عبي لمعو بيانتي عنجاد طولينة الشاب كتير بيحب عضليته كبرانين عضليتك عنجاد مبين كبران فهي الاشياء التحفيزية اهم بكتير من الاشياء المحبطة للطفل فجعان وبياكل ما بيشباع وما بيخليشي وراه هي امر كتير مهم اول شغلة نخلق بيئة صحية يعني مش بدوا يروح يلاقي شوكولات يفتح البراد يلاقي تشيبس ويلاقي بيبسي ويلاقي هالاشي يقولوا معا بيلتزم ونحنا من قد تلتم قولت بطاطا مالي فالبيئة الصحية والدعم والتحفيز لهيدا الطفل هذا اهم شيء وايضا انا بدي شجوها الحركة وعلى قد يتحرك سواء بيسيكلات يعني هون اطفال انا ما بحب كتير ينحطوا بالجيم او بنادي رياضي انه ما نحنا نشجعون على الرأس فينا نرقص كلنا بالبيت فينا نركب على البيسيكلات فينا مثلا ننطع الحبلة مشارة الطفل يتعقد انه لقت جيم وبدك تحمل اوزان وبدك تلتزم وهيك مش هالفكرة ايضا شرب المياه والبيئة الصحية هون كمان يعني بدنا نستفيد ونقول تعاون من الكل يعني المدارس لازم ايضا تخلق هيدا الشي اني بفترة مؤخرة انا شفت بعض المدارس بلش ويتوجهوا له هيدا الشي منعولي تشيبس صاروا بيبيعوا اشياء صحية فهيدا امر كتير مهم وكتير حلو طبعا المدارس لقيتوا عبيبيعوا فيك وخضرة وهيدا الشي كمان كتير حلو فهيدا بشكل عام بالنسبة للاطفال هلا لو بدنا ننتقل نحكي عن السمنة بشكل عام شو هي اساسيات مكافحة السمنة اول شي بدنا نحفظ كلمتين هن الاساس كمية ونوعية والكمية من استنتجها اذا بدكم هاي من اقتباسها من القرآن الكريم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يعني كلمة ولا تسرفوا لخصت علينا كل شي يعني هتقولولي الحليب بنصيح البابسي بتنصيح العصير بنصيح بقلكن ولا تسرفوا الانسان اذا عرف كيف ياكلون ما بنصهم فاول شي نحنا هنتفق عليه بالاغذية الصحية وغير الصحية بدا تكون الكمية صحة اني انا اليوم بعني شايفي مريضة مرت الموضي كانت ضعفين كتير منيح وتمام ونازلوا هزنا اليوم صدقيني مش عم باكل مقلي مش عم باكل حيال طلع بتزيدي الكميات يعني مثلا احنا بنقول للشخص كاف كيرتان بيأكل اربعة انه ايما صحة او ثلاث كاسير عصير بردقان طبيعي فاذا بردقان مش مانيتها اربعة ما هو بالاخر عبيعته كالوريز فاهم ما نقطة بدنا نتفق عليها كميتنا بده تكون صح من كل شي الصحي وغير الصحي بالاغذية والاشربة تاني نقطة نحنا بدنا نتفق انه في عوامل اخرى غير الدايت ممكن تأثر مثل مين في يعطيني شغلات بتأثر ايضا على الوزن انا بتاخدها بعين الاعتبار في عنا النوم تعصيب الادوية الجنس يعني في فورق بين الذكور والاناث درجة الحرق عند الذكور اعلى درجة الدهون عند الاناث اعلى مثلا كتلة العضلية عند الذكور اعلى هي ممكن يأثر انا بديشوف الشخص عنده امراض بياخد بعض الادوية في بعض الادوية بتزيد الوزن بتفتح الشهية النوم اذا الانسان ما اخد قصة كافي من النوم اثناء الليل يعني قد ما تنامه بنهار مش متل الليل بيستيقظ عنده رغبية بالاغذية الحلوية واصلا مزيجه بيكون معكر فلقيت الدراسات اللي بيفيقه بينامه غلط وبيفيقه بوقته مأخره وبياخده القصة الكافي من النوم اثناء الليل متل ما نحنا مقوله ما بيشبعه نوم هنه ناس عم بيفيقه عندهم بيأكلوا 600 كالوري زيادة عن الاشخاص يلي بينامه نوم كافي فالنوم كتير مهم تعصيب اذا الانساني بيجنب التعصيب التعصيب بيخرب الدنيا لأ فيه اشخاص ممكن عالتعصيب بتسد نفسهم بس بيبلشوا يفرزوا هرمون الكورتزول وهرمونات اللي بتنفرز عالتعصيب وبيزيد الوزن بس فيه ناس كمان بيتحولوا مثل ما بيقولولي لبرات بيبلشوا اكل 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 بيبطلو يشبعه فهي عوامل احنا ما بدنا نتجهله بدنا ناخده بعين الاعتبار ومننتقل للعامل الاساسيه المرتبطة ارتباط وثيق بالدايت بالتغذية 80% من نزول وزننا لمية بالمية احيانا بيكون هو يخصه بالدايت و20% خاصة بالنشاط البدني انا لا اقلل من قيمة النشاط البدني او الحركي ولكن ما تفكروا اذا عبا اعمل ساعة رياضة يعني حاكل طنجر للطبيق وبيمشي الحال هيدا كمان من الاخطاء الكتير بلايه فلذلك بدي حط براسي 80% ل 100% حيكون السبب هن الاغذية وطبعا هون يعني بدنا نركز اهمية تنويع تدخيل كل المجموعات الغذائية كتير ركزوا هيدا السينه بالتبس او الارشادات النشرون على الخضرة والفواكي قالوا انه اهم شي كنانا على القليلة خمس مرات يعني مرتين فواكي ثلاثة خضرة بنهار هي على القليلة لانه الانسان مثلا اذا اكل صحنان خضرة او صحنان صلاطة ما حيكون صحنان رزي يعني منطقيا منتلت المعدة عبينها لفوق هي المعدة غبية اذا بتكن بس تنتلي لفوق بتفرز لنا هرمون الشبع بغض النظر عبيتها ماء خضرة فنحنا بنعتمد انه نحشيها ماء وخضرة لتنتلي وعبي تلت المعدة للطعام يعني وكأنه ثلاثة لطعامي ثلاثة لشرابي ثلاثة لنفسه والخضرة كمان قد دايما نلوم بالخضرة نحنا بتزداد الفوائد فهاي اهمية التنويع للولاد ولقلنا يعني واحد بيوصل لمرحل بلك ما القلبي من السلطة عمال فاتوش تبولي خيار وبوندورة شربة خضرة في ناس بيسلق براكولي وجزر في ناس بيكلوخاس ناس مالفوف تنويع منه انا بزيد الفيتامينات والمعادن ومنه بطلع من اطار الملل مع التروي اولاشا كمان بدخل اخيار بنادورة الاخرية مع كل واجبي لازم بدخل الخضرة ويوميا نازم اخد يعني على القليل مرتين الفوائكة بيطلعوا مرات زيادة نقصان حسب الاحتياجات حسب الامراض يعني في امراض انا ما فيني كتر فيهم الفوائكة او في بعض انواع الخضرة بشيلا كمان بقي المجموعات الغذائية كتير مهم ان شويات البروتينات يعني اللحمة جيج انا بلخص لوني عطول بكلمة جبال جب جيم هني جبني لبني بيت او في عندنا الباق هني البقليات يعني الفول عدس حموص والبذور بعض البذور فيهم كتير منيح بروتين متل بذر البطيخ الالف هي القلبين بشكل عام حليب ولبن واللعم هي لحمة جيج سمك لك انا بحفظ مصادر البروتين بس قديش فيها تكون قليل الدهون وملح افضل بكتير وحتى سكر يعني ممكن انتو تحط سكر مع الحليب وخصصوا كمان السيني بند للنشويات قالوا قلل الاشياء المصنعة شو يعني او المحسنة يعني مثلا البرغول المأشور الرز المأشور الخبز الابيض الخبز المعكروني البيضة ليش قالوا هيك؟ ديما يعني من كم سينة لأولا طلعت امريكا قاعدة بالنظام الامريكي انه هي الفكرة كلها كالوريز الربع الغيف الابيض قد الاسمر 80 كالوري ب80 كالوري ولكن انا التأثير على جسمي عبيكون غير كليا يعني امتصاص الجسمي للسكر كيف بيتصرف الجسم معه كيف بيستجيب لدماغ قد يبضل شبعان هيدا في فرق كتير كبير فنسفولون هيد دراسات وقالوا لا نحنا لازم قد يبضل الاشياء طبيعتا انا بشبع اكتر وبياخد فوائد اكتر امتصاص السكر بيصير ابطأ وايضا ضافوا باند نسفولون في السكر الاصطناعي سكر الاصطناعي مثلا انتو بتعرفوا السكرين بتعرفوا كتير انفيع اخيرة اول مثلا منتال اكزانتال وهكا اخرون اول اول هني هوا كلهم اجملا بيكونوا سكر اصطناعي فكرته كمان هني تمحوروا هور الكالوريز وبيكون مثلا 600 مرة احلى من السكر العادي بياخدوا هنو نقطة صغيرة بيحطوها صح هو ما عطى كالوريز ولكن عمل اشباع للدماغ 600 مرة قد السكر العادي فلي ذلك افضل نتوجه سوى بسكر الفاكهة اكل عسل او حتى السكر الابيض او الاسمر هني بشكل عام اقل ضررا من السكر الاصطناعي انا من محريبي السكر الاصطناعي وحتى انا بشيل الخيارات اللايت من الدايت يعني ما بحط لا حليب ولا لبن ولا جبني ولا لبني لايت ساعة مهني عبيشولو الدهون ليستير طعمي مستسيغى عبيحطو مطرحو سكر الاصطناعي وهيدا ايضا شيء سيء فاذا نرجع نلخصهم اول شيء اننا مننتبه للكمية النوعية بمعنى انه ننوع من كل شيء ويكون صحي ركزنا ايضا على اهمية ناخد من كل مجموعة غذائية لنا عن الخضرة مع كل وجبة الخضرة والوفوكة قد يهم مهمين وطبعا مع كل المجموعة غذائية ذكرناهن سواء نشويات بروتينات حليب الى اخره نحن نحفظ كلمة قليل دسم دسم هي اختصاء انا عملتها اكرونم او اختصار دهون سكر ملح الدهول تلاتي بيخفوا الطبق بتاع لاجوته هلأ هناك خلاف بين علماء التغذية على الدهون الحيواني هلالية والسمنة ودهن الغنم ودهن البقر سيئين منهم بيقولوا لا منهم بيقولوا ايه انه بكميات مدروسي لا بالعكس انه افضل من السمن النباتية وافضل من الزيوت زيت الدراء وزيت طوار الشمس فنحن بنعطي اولوية لهي الدهون حتى السمن البلدي هو سمن منوسيق اللي هي شيء منوسيق زيت الزيتون شيء رائع بس بكميات قليل يعني الكلمة الاول شيء التي تلكونيها ولا تسرفوا كميه هي القاعدة الذهبية وكمان ما بدنا ننسى توزيع الوجبات يعني وجبات صغيرة متفرقة اتروق بس بالله لبتفلة الدني ما هي الغلط من الصبح انا لازم اتروق الصبح بعد شي ساعة ونص ساعتين اخد سناك السناكات او الوجبات الخفيفية ناتف فايحة جزرات كمشة مكسرات لوح شكولات صغيرة هيك اشي بسيطة يعني اسمي وجبة خفيفة من اسمع بتخفف اللي بعدها يعني انا ازا بضل من الاتماني للتنتان بلا اكرح اوصل للتنتان يعني خلاص مسفر بينما اذا انا اخدت وجبة هيك صغيرة وشربت ماء شي صخن او شي مسقعيني ماء ماء ونعنع الى اخره مثلا اخد شبت شاي اخضر موصل للغداء تمام واصلا الغداء انا شبكوا نعم لحطة خضرة وشربيني ماء مثلا فيني اكل حبت فويكي واشرب بنينت ماء انا رجع على الطريق بلش بالسلطة او الشربة صار صحن صغير بكفينة وبرجع انا حاسي بحساب انه في عشا هون العشا ليش مهم كمان لانو اذا واحد بيقول ما بحق تعشى ومترى وقت بيطلع الغداء يعني كتير كبير فمبرر نفسي لهيدا الشخص هاك بشكل عام كمان تنظيم الوجبات ازاي زيادة النشاط البدني وقد ما فينا نخفف التدخين للمدخنين كتير يلو اثار سلبية عجسم الانسان يعني هون كمان بنا نتحرر من اطار الكالوريز بيقولولي الارجيلي هون استبدلت بساعة حركة عمدة سنة في الفارق كتير كبير فبعدها عن السموم اللي بتدخلهم وبتأزي الجسم وإلى آخره يعني هوا ابرز التبس اللي حطوهم هوا دي الناس لحتى نحنا شو نعمل ان نتخلص من هايدي السمنة أو البدنة واهمة اهمة نقطة هنركز عليها شرب المياه اني الاغذي والاشربة الاية الكريمة ذكرت وكلوا واشربوا لانه لا يتقل اهمية الاشربة عن الاغذي هناك اشربة صفر وكتير من رجحة مثل الماي ماي زيرو كالوريز بيطلع السوائل المحتبس يعني بيعدل السوائل داخل الخلية وخارج الخلية ويساعدني فيك احتباس جسميني في ناس بقولولك انا منفخ تنفيخ بيكونوا كتير بيكتروا ملاح وما بيشربوا ماي منيح فشرب المياه انتو بس تشربوا ببطلو تاكلو كتير وبيعدل سوائل الجسم بيحسسني بنشاط الى اخره كمان هايك بين مسلوجين قاعدة بسيطة وسريعة طبعا كاديتشنز نحنا عنا قواعد اداء بس القاعدة البسيطة بتقول وزن ضربة 30 بيعطيني المينموم او اقل 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 ايضي اخد يعني اذا وزني 50 ضربة 30 يعني 1500 ملي يعني 4 اقل 1500 تقريبا 6 اقل هايك بشكل عام اندي كمان اشرب هي كتير صحية ما بتعطي كالوريز مثل الشاي الاخضار الزنجبيل نيهول الشاي الساخن قوي ماما هي بد انضاف لها كالوريز زن احنا ضفنا لها سكر وعندي الاخذية لأصلا كتير فيها كالوريز منن جزء صحي ومنن جزء مش صحي صحي مثلا مثل الحليب مثل اللبن مثل العصير الفيكه الطبيعي عبي يعطو بحدود 150 كالوري تقريبا او 160 احيانا بس هن صحيين يعني كالوريز صحيين الكالوريز الضارين مثلا مثل البابسي العصير المصنع عم بياخد 160 كالوري 200 بس شي سيء جدا فنحنا بدنا نرتقي بتفكيرنا ونفكر انا ادي عب استفيد قبل ما فكر بالكالوريز برجع بحط عيني عالكالوريز وعالكمية لان كتير مهم الوسواس بالكالوريز امر سيء بس اني انا اجيها للكالوريز كمان امر كتير خطأ عشان حطوا الفود ليبل ومصحوا بقراءته ان الفود ليبل او الموطسق الغذائي بساعة ما انا بتطلع بلاقي احيانا اللوح شكولة 400 كالوري 500 كالوري يعني ادي الغدل انا عادي اخده تعريبا بشكل عام الاناث بيحتاج بشكل عام الافراج يعني هو كمعدل مش كل الناس بينطبئ هذا شي بفرق حسب الوزن الطول الجنس النشاط البضاني الوضع الصحي الى اخر الاناث بيحتاج حوالي 1500 و الذكور حوالي 1800 ل2000 بنهار فتخيلوا انه شخص واحد عبي اكل شكولة 500 انا اليوم شافي مريضة تشرب كانت اربع زروف تنس كافي الزهر في من 80 ل 100 كالوري يعني هي لحالة يعني بتاخد 500 كالوري وما عارفين شو عاملي وكتير ناس بلك انا ما بخبس بس نحن بشرب ثلاث كبايات بابسي مثلا كل كوب بابسي في 10 من 18 معالق سكر فهون بتكون الخطورة انو حنا نجيها لهاي الامور وكمان حطوا نقطة كتير مهمة هي نقطة اخيرة قالوا الطبخ البيت احسن ان الاشياء المصنعة قدين احنا منتكل ع طبخ البيت وما منجيب مصنع واغذية جاهزة بتكون البيئة الصحية لنا والأولادنا وطبعا النشاط البدني قلته برجع بأكد عليها مرة تانية لانو الرياضة مش بس مهمة للوزن لنحت الجسم لتقوية المفاصل للدماغ للقلب للشريين للروايا للعضلات عندي مريض عمره 63 سنة نازل 50 كيلو مش سهل ينزل هالأدوزن ولكن بشبابه كان رياضي يعني باني قتلة عضمية وقتلة عضلية جدا قوية فلذلك بعده حرقه مرتفع لهلأ يعني عمره 63 أو 64 هلأ صار فهيدا هو اللي نحن بدنا نفكر فيه الفوائد لنا باخده لن بدي بس فكر بالرقم على الميزان رقم الميزان كتير اشي بتأثر عليه شو اكل قبل بنهار مثلا هل الاناث بالعادي الشهرية هل مثلا نحنا مش شربانين مامني هل متغدي هل متقلين تياب كل هالأمور ممكن تأثري عوزني كرقم على الميزان بس كراحتي أنا بجسم هايك اشي هيدا أمر بيختلف فإذن بشكل عام فإذن نحنا بشكل عام بدنا نركز على توزيع الوجبات تنويع يعني نأكل من كل المجموعة الغذائية الاعتدال بالكميات يعني بس احتياجاتنا تركيز بركز بالكميات على الأغذية الصحية وغير الصحية قدنا فينا غذائنا يقول يكون قليل دهون سكر ملح يللخص نعب كلمة دسم نشرب ماء منيح ننام منيح نتجنب التعصيب والتدخين واشرب الكحول ونمارس لرياضة هاي أبرز الإرشادات يلي نحنا فيها من كافح السمنة أنا بتمنى لكم السلامي للجميع وحيفتح مجال للأسئلة اللي بيحبوا ويسألوا